وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا التي اكتسبت أهميتها القانونية والسياسية بارتباط إنشائها بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 كانت هدفاً للكثير من نشاطات دولة الاحتلال الصهيوني وتبيعها المطيع الولايات المتحدة الأمريكية هذه هي الحقيقة قولاً واحداً والتي عبر عنها علن رئيس وزراء الكيان الصهيوني نيتنياهو بقوله الأنروا تؤزم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بدلاً من حلها ولذلك حان الوقت للتفكيكها وهذا ما تزامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض المساعدات الموجهة للفلسطينيين إذا لم يتعاونوا فيما أسمها بخطط إحياء عملية السلام مع دولة الاحتلال في كانون الثاني من العام 2018 ثم ما لبث ترامب أن ترجم تهديده من خلال إلغاء تمويل بلاده لوكالة الأنروا في شهر آب من العام الماضي بعد اعترافه المثير للجدل بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني في كانون الأول عام 2017 هذه الجهود التي استهدفت موارد الأنروا بشكل رئيسي دفعت وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي باعتماد قرار يقضي بإنشاء صدوق مالي لضمان التمويل المستدام للوكالة والذي وصفه المفوض العام للأنروا بير كرامبول بأنه تحول كبير إلا أن هذه المساعدات التي قد لا تكفي لتقطية نشاطات الأنروا تحتاج بلا شك إلى جهود سياسية تحميها على الأقل من الانتهاكات الصهيونية والتي كان آخرها قرار الكيان الصهيوني بإنهاء عمل المدارس الفلسطينية التابعة للوكالة في مدينة القدس في العشرين من شهر كانون الثاني الماضي الوكالة التي يحصل نحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني على مساعداتها على بعد خطوة من الإغلاق وسط تنديد عربي أو تحرك على استحياء لن يغني شيئا أمام جهود صهي أمريكية رامية إلى تفكيكها وإلغاء دورها